بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا علم يا حكيم اللهم افتع علينا بنور العلم وحصن أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد نتناول في محاضرتنا اليوم إن شاء الله موضوع دعوة تأثر الشريعة الإسلامية بالشريعة اليهودية حد الرجم نموذجا فنبين إن شاء الله ابتداء مصادر التكليف المجمع عليها وأدلة ثبوت حد الرجم على الزاني المحصن فنقول إن شاء الله إن لأهل السنة أصولا علمية وقواعد كلية يقوم عليها فقههم وتشريعهم كما سنبينها إن شاء الله ومسألة إن كار حد الرجم تمثل عندنا أجل صور لهدم تلك الأصول بالكلية وإن دعاوة إن كاره كما ترد على حد الرجم يمكن إيرادها على جميع الأحكام والذي نسعى إلى بيانه إن شاء الله هو أن قول منكري حد الرجم ليس اختلافا مع الجماعة ضمن أصول أهل السنة ولا في جزئي بل هو مخالفة لأصول أهل السنة وهو مخالفة في كلي والخطأ في الكلي ليس كالخطأ في الجزئي والمنكرون لحد الرجم سلكوا في إنكاره مسارك الأقوال الشاذة في أصول الفقه وخلاصة هذه المسألة ابتداء أن حد الزاني غير المحصن هو الجلد مئة جلدة بلا خلاف يذكر أما المحصن وهو من وطأ في قبل بنكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر فلا إحصان على صبي ولا مجنون ولا عبد مطلقا ولا على من عقد على امرأة ولم يطأها أو وطئها في دبر أو في قبل ولكن في نكاح فاسد ففي كل ذلك الجلد دون الرجم وإليك تلك الأصول وما يقابلها من الشذود فأصل مذهب أهل السنة أولا التمسك بالكتاب العزيز والسنة النبوية والإجماع والقياس وبعد هذه أدلة أخرى يختلفون في تصويرها وشروطها وحجيتها ولكل من تلك الأربعة قواعد وأصول تحكم أخذ الأحكام منها مفصلة في كتب أصول الفقه ثانيا قبول الظن الغالب في التشريع وهذه من الأصول لأهل السنة بعدما ذكرنا التمسك بالكتاب العزيز والسنة النبوية والإجماع والقياس ونذكر أيضا قبول الظن الغالب في التشريع فيبنون أحكام الحلال والحرام على الأدلة الظنية كبنائها على الأدلة القطية ثالثا عدم رد شيء من الأدلة الثابتة بحجة التعارض ماذا ما يمكن الجمع بين الأدلة بتأويل أو نحوه رابعا الإجماع رافع للخلاف في فهم النص فهو أول دليل يجب على المجتهد أن يلحظه عند اجتهاده فحيث ثبت الإجماع حرمت مخالفته ولو بدعوى التمسك بنص آية أو حديث أو قياس ولولا الإجماع لم استقر لنا حكم في الشريعة مطلقا لجواز أن يدعي أي أحد في أي حكم الاحتمال والتأويل فتسقط الشريعة لا قدر الله تعالى فحيث استقر إجماع في الشريعة لازمنا اتباعه وحيث استقر خلاف سائغ وعتبر في الشريعة وسعنا فيه على أنفسنا ولم نلزم الناس بأحد القولين والمذهبين ونأتي على هذه الأدلة بشيء من التفصيل ونبينها في مسألتنا هذه وهي مسألة حد الرجم على الزاني المحصن ونقول من الكتاب العزيز فقد أجمع المسلمون على أن القرآن حجة شرعية ملزمة لكن ليس في القرآن المتلو الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم آية تتلى في رجم الزاني المحصن ولكن روى لنا ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس عمرو على المنبر رضي الله عنه فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائن لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب عليه إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف هذا قول عمر رضي الله عنه وهو ثابت في الصحيحين في خطبة عامة للصحابة الكرام يثبت فيها نزول آية رجم الزاني المحصن وأنها كانت تتلى والصحابة شهود على قوله هذا ولم ينكروا عليه وأكد ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكد ذلك بتتابع الصحابة رضي الله عنهم على الرجم كما دل قول عمر رضي الله عنه هذا بإجماع الصحابة على جواز نسخ التلاوة أي تلاوة القرآن مع بقاء الحكم بل فيه أن ذلك وقع في آية الرجم وأدل دليل عند العقلاء عدد إمكان والجواز هو الوقوع وعليه فحكم الرجم بحسب هذه الرواية ثابت بامتياز بالكتاب والسنة والإجماع قال الإمام النووي رحمه الله قوله فأخشى إن قال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة إلى آخره يقول هذا الذي خشيه قد وقع من الخوارج ومن وافقهم كما سبق بيانه وهذا من كرامات عمر رضي الله عنه انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله أيضا بعدما عرضنا الدليل الأول نبين كذلك في السنة النبوية فلا شك أن علماء أهل السنة بيّنوا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية والصحيحة حجة شرعية ملزمة سواء متواترها وأحاديها وعلى السنة جملة وأحاديها على الأغلب بنيت الأحكام الفقهية وكان هذا أصلا من أصول أهل السنة وأن السنة كما تأتي مبينة لمجمل الكتاب تأتي مخصصة لعمومه ومقيدة لمطلقه ومشرعة لما ليس فيه ابتداء يقول الإمام الشافع رحمه الله وما سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه لله حكم فبحكم الله سنه وكذلك أخبرنا الله في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله وسنى فيما ليس فيه بعينه نص كتاب وكل ما سنى فقد ألزمن الله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته وفي العنود عن اتباعها معصيته التي يعذر بها خلقا ولم يجعل له من اتباع سنى رسول الله مخرجا انتهى كلام الإمام الشافع رحمه الله وقال الإمام الحافظ الخطيب البغداد رحمه الله وأما أخبار الآحاد فمتى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت مؤجبة للعمل بها دون العلم وكانت بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم في أنه يلزمه الحكم بها في الظاهر وإن لم يعلم صدقهم في الشهادة وبهذا النوع من الخبر أثبت الفقهاء أكثر فروع الأحكام الشرعية في الإبادات والمعاملات وسائر أبواب الحلال والحرام وضللوا من أسقط وجوب العمل بأخبار الآحاد في الجملة من الرافضة والخوالج وسائر أهل الأهواء وأما الخبر المستفيد المتوسط بين التواتر والآحاد فإنه يشارك التواتر في إجابه للعلم والعمل ويفارقه من حيث إن العلم الواقع عنه علما مكتسبا نظريا والعلم الواقع عن التواتر يكون ضروريا غير مكتسب هذا بشأن الأخبار المستفيضة موازنة مع الأخبار المتواترة ولكن بينا أن كليهما كما أفاداء العلم يفيداء العمل أو كما أفاداء العمل فأيضا يفيداء العلم وهذه خمسة أحاديث صحيحة في ثبوت حد الرجم على الزانية المحصن نعرضها بإجمال والأحاديث بطولها موجودة في مضانها من كتب الصحاح الحديث الأول حديث ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه وهو حديث متفق عليه وجاء فيه قدوم ماعز بن مالك رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بارتكابه معصيات الزنا فردده النبي صلى الله عليه وسلم وكل مرة يقول أماعز طهرني يا رسول الله حتى إذا كانت الأخيرة منها أو الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك فقال من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبهي جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت فقال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال اقتلني بالحجارة قال فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا الله فقال استغفروا لمالك استغفروا لماعز بن مالك قال فقال غفر الله لماعز بن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم ثانيا حديث الغامدية وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه وفيه إمرأة من غامد من الأزد جاءت حبلة من زنا وتطلب التضخير من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنها رجمت بعدما وضعت والتفصيل في الحديث المطول ثالثها حديث الجهينية وأخرجه مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلة من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعى نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها الحديث ورابعها حديث العسيف أي الأجير وهو ما أخرجه الشيخان وفيه أن أجيرا غير محصن زن بمرأة محصنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضي أن بينكما بكتاب الله فأمر بجل الأجير خامسها حديث رجم اليهوديين أخرجه الإمام البخاري رحمه الله وفيه أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون وكما جاء في رواية أخرى أنهم بمعنى الفضح أنهم يضعون يسودون وجوههم أو يضعون ما أدى سوداء على وجوههم وهذا معنى الفضح ويجلدون فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن السلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة أو فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن السلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما الدليل الرابع الإجمع فقد أجمعت الأمة تبعا للصحابة رضي الله عنهم على أن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم وأن هذه العقوبة حد وليست تعزيرا يقول الإمام النووي رحمه الله وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مئة ورجم المحصن وهو الثيب ولم يخارف بهذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله ونبين أيضا عرض أو نشرع في بيان دعاوى منكري حد الرجم ونرد عليها إن شاء الله ببيان أصول أهل السنة استجلاءا للحق فيها الدعوى الأولى أن عقوبة الرجم من شريعة السيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لليهود فهي من دين اليهود وأثر وجودها في شريعة اليهود في تشريعها في الإسلام الجواب لا غضادة في أن تشترك الشرائع السماوية في بعض الأحكام طالما سلمنا أنها جميعها من عند الله تعالى ولا يلزم من ذلك أي لا يلزم من هذا الاشتراك والاتفاق تأثر شريعة تأثر شريعة بشريعة على حين غفلة من أهل الشريعة الثانية ورجم المحصن فيه نص من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفيه إجماع الدعوة الثانية إنكار ثبوت حد الرجم في القرآن من خلال إنكار نوع نسخ التلاوة وأن آية الشيخ والشيخة لو صحت روايتها فهي أحدية ولا يثبت القرآن بالآحد لأن شرطه التواتر وجواب هذه الدعوة أولا أن عمر رضي الله عنه ذكر أنه نزل في القرآن آية الرجم وأنهم تلوها وعقلوها واستمر الحكم بها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة من بعده لكن نسخت تلاوة تلك الآية من القرآن وقد قال عمر رضي الله عنه بمجمع عظيم من الناس في خطبته على المنبر ولم ينكر عليه قد قال هذا سيدنا عمر بالخطاب أي ببيان هذه الآية الحديث الذي ذكرناه وذلك بمجمع عظيم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه أحد من الحاضرين فدل على صحة ما ذكر ثانياً ثانياً أنه ليس هناك مانع عقلي ولا شرعي على منع نسخ التلاوة وكل ما يذكره المنكرون ليس موجباً للمنع وإنما هي شبه يهون مناقشتها وردها وقد بسط الأصليون الكلام على ذلك لذا لم ينكر هذا النوع من النسخ أحد من أئمة أهل السنة ثالثاً أما الكلام على ثبوت رواية آية الشيخ والشيخة فالمحدثون في ذلك على قولين فممن صحها الحافظ ابن حجر في الفتح وممن ضعفها النسائي فأعلها وعلى الصحة فهي أحادية فكيف تكون قرآناً فالجواب أن التواترة شرط في القرآن المتلو بعد النبي صلى الله عليه وسلم المجموع بين الدفتين هذا المصحف الذي تواتر وأجمع عليه الصحابة هذا هو الذي يطلب فيه التواتر أما المنسوخ فلا يسلم اشتراط ذلك فيه فلا يسلم اشتراط ذلك فيه الدعوة الثالثة أن الرجم ثابت بأحاديث آحادية لا بالقرآن والقبر الواحد لا يخصص عموم القرآن بالتواتر والجواب عن هذه الدعوة أولاً نقول على تسليم أنها أخبار أحد فجمهور الأصوليين على جواز تخصيص القرآن القطعي بخبر الآحد ثانياً عدم التسليم أنها أخبار أحد بل هي من قسم المشهور وهو مما يجول تخصيص عموم القرآن به اتفاقاً ووقع عليه الإجماع وأكثر من ذلك فقد وقع الإجماع على حد الرجم ووقوعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا نرى الحنفية قد وافقوا غيرهم من الفقهاء على ثبوت حد الرجم وتخصيص عموم قوله تعالى الزانية والزاني بها أي بالأخبار الدعوة الرابعة دعوة عدم حصول الإجماع على حد الرجم والجواب عن هذه الدعوة أولاً أن هذه الدعوة من أبطل الباطل ويدرك أصحابها ذلك لأنهم لا يعلم أحد من الصحابة قالت فيها أو أنكر على عمر أو غيره أو غيره في إقامة حد الرجم وإجماع الصحابة أقوى أنواع الإجماع إذ لم يخالف فيه أحد معتبر حتى الظاهرية الذين منعوا إجماع من بعد الصحابة أقروا تصور إجماع الصحابة ووقوعه وحجيته وعليه فهو حج على من جاء بعده فإجماع الصحابة حجة على من أنكر حد الرجم من الخوارج وليس مخالفة الخوارج حج على بطلان ما أجمع عليه الصحابة الدعوة الخامسة أن في إثبات حد الرجم إشكالا وذلك أن حد العبد على النصف من حد الحر فإذا زن العبد غير محصن فحده خمسون جلدة لكن إن كان محصنا فكيف سيتنصف الرجم فهذا يدل على أن الرجم ليس بحد قال الرازي في ذكر إجج الخوارج قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فعليهن نصف ما على المحصنات صدق الله العظيم آية الخامسة وعشرين من سورة النساء فيقول في ذكر حجج الخوارج فلو وجب الرجم على المحصن لو وجب نصف الرجم على الرقيق لكن الرجم لا نصف له والجواب أن هذا الإشكال ناشئ عن الجهل بشروط الإحصان عند الفقهاء فبما أجمع عليه أن الحرية من شروط الإحصان فالعبد ليس بمحصن فحده دائما الجلد وليس في زناه ما دام عبدا رجم فزال الإشكال وسقطت الدعوة إذن نأتي إلى خلاصة بعد عرض هذه المسألة وبيان بطلان دعوة تأثر التشريع الإسلامي بالتشريع اليهودي بعرض هذا المثال وهذا الأموذج وهو إنكار حد الرجم للزانع المحصن فنقول لا نسلم عدم ورود عقوبة الرجم في الكتاب العزيز بل قد قد نزل بها القرآن الكريم وعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعملت بها الأمة من بعده إجماعا غاية الأمر أن تلاوة آياتها نسخت كما بينا من قبل ثانيا ولو سلم عدم ورود القرآن الكريم بعقوبة الرجم فما المانع من ورودها في السنة الصحيحة وانعقاد إجماع الأمة عليها علما وعملا فهذه الدعوة في الحقيقة متضمنة لإنكار وظيفة السنة النبوية في تشريع ما زاد على الكتاب العزيز وهذا مخالف للآيات الكريمات الآمرة بطاعته صلى الله عليه وسلم مطلقا فيما آتانا وحكم به ثالثا هذه الدعوة تتطرق إلى إبقال كثير من الأحكام حتى الواردة في القرآن الكريم والتي جاءت مجملة وبينت السنة كيفيتها وبينت السنة كيفيتها وتفاصيلها ولم يبينها الله تعالى في الكتاب العزيز فعلى وزان هذه الدعوة لو سلمت قد يقول قائل لا أسلم وجوبة تلك الكيفية والتفاصيل الواردة في السنة لعدم ورودها في الكتاب العزيز ويأخذ المدعي بعدها بافتراض أوهامه لتفسير المأمور به مما يؤول في الحقيقة إلى إبطال أصل ذلك التشريع المراد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين